بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درس اليوم هو تكملة للدروس السابقة وهو تحديدا عن الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية طبعا اخذنا في الدروس السابقة درسين عن صفات الملكية الدرس الاول عن صفات الملكية المفرد والثاني عن الجمع والثالث عن ضمائر الملكية كلها المفرد بالجمع واليوم ان شاء الله نأخذ الدرس سريع عن الفرق بين ضمائر وصفات الملكية لان كثير جدا من الناس يخلط بينهما يظن ان كل ضمائر او كل صفات الملكية يعني كثير من الناس يلتبس عليه الامر نعرض جدول صفات الملكية الان فقط للتذكير وضمائر الملكية الملكية قد اخذنا في الدرس السابقة هذه هي واخدنا ايضا انها تستعمل مع المعرفت وهي ال ولا ولس ولس وتستعمل ايضا بدونها واخدنا ذلك في نهاية الدرس السابق فقط هذه للتذكير اما الفرق بين صفات وضمائر الملكية ضمائر الملكية هي تحل محل الشيء الموصوف وتعمل كصفة ان صفة الملكية هو موصوف في نفس الوقت يعني مثلا البرو ميو اسموي خجتون البرو ميو اسموي خجتون الكلب الخاص به هو يحب اللعب او كثير اللعب يعني هنا ميو يمكن ان تأتي فيه سياق اخر مثلا الاجابة عن سؤال كما اخذنا في الدرس السابق والبرو اي كلب فتقول الميو الميو يعني الكلب الخاص به فهنا الميو تأتي كبديل للصفة اللي صفة الملكية والموصوف الاثنين معنا فهي تحل محله مباشرة نأخذ مثلا صفة الملكية مي ارمانا مي اللي هي صفة هنا صفة ملكية وليس الضمير ملكية مي ارمانا مي ارمانا يعني اختي هنا صفة الملكية تصف هذه الاخت تنسبها فيا صارت اخت لي بسبب مي فيا مي صفة الملكية تنسب الشيء لمالكه او تربط بين شخصين توضح العلاقة بينهما فهنا أخذنا ضمير الملكية وصفة الملكية وإضا يتضح أن صفة الملكية تأتي مع الموصوف وتأتي قبله وهي ملازمة له أما ضمير الملكية يأتي مفردا أو يأتي مع الموصوف له يعني المملوك ويأتي بعده أو أحيانا يأتي بدونه مطلقا يعني يأتي بدونه لأنه يدل عليه إذا كان واضح من السياب أما صفة الملكية لا تأتي وحدها أبدا لأن وحدها لا معنى لها فهنا هو الفرق الرئيسي بين صفات الملكية والضمائر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله صفات الملكية لا تأتي بمفردها اما ضمائر الملكية قد تأتي بمفردها وتحل محل الصفة الملكية والشيء الذي نتكلم عنه هو المملوك الذي يأتي بعدها في كثير من الاحيان اذا كان الصياق واضح فهنا يسمى ضمير ملكية لانه يحل محل الشيء نفسه كما اوضحنا وايضا ضمير الملكية فيه حرية اكثر في مكانه في الجملة يعني مثلا هو يأتي بعد الفعل هو الفعل المساعد ويأتي قبله مثلا هذا الكتاب لك او ملكك وايضا ممكن ان يأتي يعني يجوز ايضا ان تأتي هنا سواء جاءت في صيغة السؤال او صيغة الجواب لكن طبعا الاولى هي الاكثر انتشارا اما صفات الملكية كما اوضحنا توضع دائما قبل الاسم الموصوف مثل مثلا ميكاسا اس جراندي ميكاسا اس جراندي منزلي او بيتي كبير وهي ايضا تكون ملازمة لالاسم الموصوف يعني لا تأتي الا معه اما ضمائر الملكية قد تأتي بدونه اساسا يعني تحل محل الشيء وايضا معه صفات الملكية مثلا شخص يسأل اين سيارتك هنا الميو يعني جاءت بمعنى ميكوتشي فحلت محل صفات الملكية هي مي وكوتشي الشيء المملوك فهنا جاءت الميو استا ان الجاراخي طبعا هذا يعني ابلغ من ان يستعمل شخص صفات الملكية ابلغ واقوى في اللغة عندما يقول الميو استا ان الجاراخي اكثر احترافية واكثر تقدما في اللغة من يستخدم هذا الاسلوب اما صفات الملكية دائما تأتي كما نبهت مع الاسم الموصوف وتشير الى ملكيته لشخص او عندما تكون بين شخصين يعني تصف شخص تكون تبين العلاقة بين شخصين نأخذ مثال قلمه يوجد على الطاولة هنا سو هي بمعنى الهاء في اللغة العربية من كلمة قلمه يعني هذه الهاء هي معنى سو فطبعا مستحيل ان تأتي وحدها لان وحدها ليست لها اي معنى ليست لها اي معنى انما هي مكملة وتصف الشيء بان تنسبه لصاحبه هناك مشابهة في الصفات الملكية هو ضمائر الملكية وهي انها تطابق المملوك في الجنس والعدد تطابق الشيء الموصوف في الجنس والعدد الصفات الملكية مثلا مساميغوس سون موي دي برتيدوس أصدقائي ممتعون جدا او مسليون جدا فجاءت هنا ميس أميغوس جاءت ميس مع أميغوس ميس هي اللي جمع المذكر وأميغوس هي جمع المذكر فجاءت مجانسة ومتطابقة معه في الجنس والعدد هذا الكتاب لي فجاءت ميو مع ليبرو هنا للمفرد المذكر لأن ليبرو مفرد مذكر مثال آخر والدية سيزورون غدا هنا جاءت نوستروس بادرس نوستروس لجمع المذكر لأن هنا جمع مختلط فهي تأخذ الجمع المذكر كما أخذنا في قاعدة الجمع المختلط هنا نوستروس جاءت جمع مذكر مع بادرس لأن جمع مذكر مثال آخر كلبه يحب اللعب جدا مثال آخر أختي لديها بيت جديد فهنا جاءت ميارمانا مع المفرد هنا جاءت مفرد وطبعا مي لا يختلف من حيث المؤنط والمذكر يعني له صيغة ثابتة وكذلك سو التي فوقها سو بارو سو لها شكلان فقط مع المفرد والجمع والتي تختلف باختلاف المؤنط والمذكر المهم من هذا أن سواء في ضمائر الملكية أو صفات الملكية يتطابق في الجنس والعدد مع الشيء المملوك مثال آخر مثلا ميساميجوس استان ان الباركي ميساميجوس استان ان الباركي أصدقائي في الحديقة فهنا جاءت ميس مع أميجوس كما أخذناها منذ قليل هنا صفات ملكية جاءت ميس مع أميجوس لأن كلهما جمع مذكر وطبعا أخذنا أن ميس لها شكل واحد مع المؤنث أو المذكر المهم أن يكون جمعا أيضا مرة أخرى صفات الملكية هي تستخدم للدلالة على الملكية أو الانتماء لشخص ما وتضاف إلى الإسم الذي يتبعها تضاف قبله لتوضيح الملكية لهذا الشخص وتتنوع صفات الملكية حسب الجنس والعدد وكذلك الضمير الذي تتبعها يعني مثلا الضمير الذي تتبعها مثلا أنا أتكلم عن شيء أنا أملكه فعندي خياران إما أستخدم مي أو ميس لكن مي أو ميس الاختيار يكون حسب الشيء المملوك وليس حسب الملك يعني الملك له الإحتمالي هذا معنى الضمير التي تتبعها وهي الضمير التي تتبعها وبناء على ذلك نختار ما يناسب الجنس والعدد للشيء المملوك كما ذكرنا في الدروس السابقة بعض الأمثلة مي ليبرو إس إنترسانتي مي ليبرو إس إنترسانتي كتابي موثير لإهتمام تُو كَسَ إِسْجَرَنْدِ تُو كَسَ إِسْجَرَنْدِ منزلوكا كَبِيرٌ سُو كُوْشِ إِسْنُوَوْ سَيَارَتُهُ أو سَيَارَتُهَا خَدْنَا دَمِيرْسُ وَالْحَتِمَلَتْ سَيَارَتُهُ أو سَيَارَتَهَا جَدِيدَةٌ نُوَسْتُرْسَ أَمِيGُسْ سُنْ دِبِيرْتِدُسْ أَصْدِقَ أُنَّ مُمْتِعُونَ وَسْرَا كَسَةَ أَسْتَ لَيْجُسْ وَسْرَا كَسَةَ أَسْتَ لَيْجُسْ منزلوكُمْ بَعِيدٌ سُوْسْبَرُسْ سُنْ پِكِنِوْسْ سُسْبَرُّسْ سُنْ پِكِنِوْسْ كِلَابُهُمْ أو كِلَابُهُنَّ صَغِيرَتٌ مثال على ضمائر الملكية تستخدم ضمائر الملكية للدلالة على الملكية والأنتماء كما أخذناها المثال الْلِبْرُوْسْ مِيُوْ لَا كَسَةَ اِسْتُوْيَا الْكَوْشِ اِسْسُوْيُوْ الْلِبْرُوْسْ مِيُوْ هؤلاء أصدقاؤنا أو الأصدقاء أصدقاؤنا يعني المنزل لكم أو ملككم الكلاب لهم أو ملكهم أو ملكهن نلاحظ كما أشرنا أن ضمائر الملكية تستخدم بدلا من الاسم المملوك بينما صفات الملكية تستخدم لتوضيح لمن ينتمي الشيء أو تنسبه لشخص إذا كانت علاقة بين شخصين ويجب أيضا ملاحظة أن ضمائر الملكية تكون عادة بعد الاسم المملوك في حين أن صفات الملكية تكون قبل الاسم المملوك أيضا صفات الملكية تتغير حسب الجنس والعدد وضمائر الملكية أيضا تتغير حسب الجنس والعدد للشيء المملوك وأخذنا أمثلة وسنأخذ المزيد متوافقة في الجنس والعدد وأيضا الضمائر واضح جدا وأخذنا ما فيه الكفاية وأرجو أن يكون الدرس واضحا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته